وجدت رحب حضراتكم مرة تانية وحرصا من قناة الزمالك على التواصل الدائم مع الجمهور ويجب علينا دائما التواصل بشكل مهني وبشكل رسمي فقبل ما ابتدي مع حضراتكم اخبارنا وعندنا اخبار في غاية الاهمية تعالوا نشوف الفلور ده الشغل الشاغل واللسان حل الجمهور الابيض ما هو الوضع فيما يخص احمد سيد زيزو ومحمد حمدي كله بيجتهد على سوشي الميديا كلام كتير بيتقال ولكن خليني اقول لحضرتك المعلومة الموثقة من خلال المنبر الاعلامي الرسمي قناة نادي الزمالك العظيم فيما يخص اصابة السناء باختصار شديد جدا محمد حمدي واحمد سيد زيزو حمدي عنده اصابة بجزع في الرباط الخارجي للرجبة الدكتور محمد اسامة اكد ان اللاعب بيحتاج لفترة علاج وتأهيل لمدة اسبوعين فقط على ان يعود بعدها للمشاركة في التدريبات والمباريات بصورة طبيعية جدا بمنتهى البساطة اللي في الدنيا احمد سيد زيزو افضل لاعب في مصر على مدار اربع سنوات اصابته ايه؟ موقفه ايه؟ زيزو مزء من الدرجة الاولى في العضلة الخلفية هيحتاج لفترة راحة اسبوعين فقط قبل العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات القصة والحكاية والرواية من اولها الاخرها زي ما قلتها لحضرتك اي شيء تاني غير مسئولين عنه بنتمنى ان شاء الله باذن الله لمحمد حمدي والاحمد سيد زيزو يرجعوا ويكسروا الدنيا وزي ما هم امتعونا هيفضلوا يمتعونا وان شاء الله باذن الله الاصابة دي ما تأثرش على مستوى اي حد فيهم وبكل تأكيد ان شاء الله يرجعوا خلال اسبوعين وهنا انا بتكلم على الثنئة فيما يخص الجهاز الفني لفريقنا بقيادة جوزي جوميز قرر منح اللعيبة راحة من تمرينة النهاردة بعد الفوز على البنك الاهلي بنتيجة 3 اتنين جوميز فضل منح اللعيبة راحة لمدة 24 ساعة عشان الراجل عايز يبقى فيه ريكوفري عايز اللعيبة تاخد نفسها ما تبقاش الدنيا مضغوطة اوي قصة المعسكرات والتدريبات المتتالية دي برضو بتضغط اللعيبة بعض الشئ لما تدي اللعيبة او تكافئ اللعيبة باجازة بعد فوز ده برضو بيعلي من المعنويات فبالتالي المواجهة الجاية ان شاء الله هتبقى قدام نادي سموحة يوم الجمعة المقبل فبالتالي جوميز شايف ان ما فيش ما يمنع من منح اللعبين اجازة حرصا من قناة الزمالك على التواصل مع المشاهد الزمالكاوي فبالتالي كل معلومة بنجيبها لحضرتك بتبقى من المصدر الخاص بيها ولان قناة الزمالك هي المنبر الاعلامي الرسمي طبعا مع الموقع الرسمي لنادي الزمالك اي معلومة تاني برا القناة وبرى الموقع الرسمي نادي الزمالك غير مسؤول عنها ببساطة شديدة جدا كل الاحترام كل التقدير للسادة والزمل الصحفيين والناس اصحاب الصفحات اللي بتكتهد واللي عايزة تجيب ريتش واللي عايزة تجيب مشاهدات ولكن لما الامر بيخص نادي الزمالك ولعب نادي الزمالك دايما القناة والموقع الرسمي سيف ودرعة بنتلع نرد بكل الاحترام وبحقائق واخبار ومعلومات لسا مكملين اخبارنا من عند جوميز مدرب فريقنا اللي كان حريص على تهنئة اللعيبة بالفوز على البنك الاهلي جوميز دايما بيعرف امتى يشد وامتى يرخي يعرف امتى يطبطب على اللعيبة وامتى يبتدي يتكلم لا يا جماعا فوق اشهد بشكل كبير جدا بالروح القتالية الكبيرة اللي ظهرت في الفريق حتى اللحظات الاخيرة من المباراة الرجالة موتوا نفسهم يعني بتتكلم قمة التركيز لغاية اخر ثانية اللعيبة مصررة على الفوز ودي المسئولية اللعيبة شايلة مسئولية كبيرة وفي الحقيقة كانوا قد المسئولية وده اللي جوميز اتكلم فيه مع اللعيبة قال ان الروح دي هي روح التتويج بالبطولات طالب او طالب جوميز من اللعيبة حاجة واحدة بس نفضل مكملين بنفس تركيزنا وبنفس الروح اللي ظهرنا عليها في مباراة البنك الاهلي ونبني على ده طيب جوميز طلب ايه من الجهاز المعاون خلال الساعات الاخيرة جوميز كاعدتو دايما بيبتدي ان هو يلعب الجيم من قبل ما يبدأ جوميز دايما بيكون حريص ان هو يقرأ الجيم كويس ويفاهم اللعيبة ويخلي اللعيبة تبقى جهزة بشكل منتل قبل ما تبقى جهزة على النواحي البدنية والتيكتيكية عشان كده جوميز طلب من الجهاز المعاون تقرير مفصل عن فريق سموحة قبل مباراة الفريقين يوم الجمعة المقبل بإذن المولى عز وجل وهيبتدي ان هو يحفظ لعبته الجمل ويبتدي ان هو يعرف اللعيبة نقاط القوة والضعف للمنافس كل التوفيق لندينة العظيمة